مرحبا 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 أهلا بكم أعزائينا المشاهدين في حلقة جديدة من بردمكم اليوم سوف نكون لدينا بعض الإنجليش و إيديم طبعا احنا يمكن قبل كده كنا تعملنا أو قدمنا بعض الإيديم و كنا اتكلمنا عن the definition of an idiom أفكركم تاني بتعريف الإيديم و قلنا أني an idiom is a kind of expression هو تعبير that you cannot translate it literally or word by word يعني حضرتك ما تقدرش تترجم الإيديم أو التعبير الاستلاحي ترجمة حرفية و طبعا إيديم هو تعبير استلاحي you cannot get its meaning لا يمكن أن تحصل على المعنى بتاعه by translating it literally بترجمته حرفية يعني مثلا لو قلنا a piece of cake فده إيديم أو idiomatic expression يعني ما نقدرش أن نحن نعرف معنى a piece of cake أو المعنى الاستلاحي لي بترجمة الكلمات word by word طبعا a piece هي قطعة و cake فطبعا ما ينفعش أحصل على المعنى المعنى بتاعه هو very easy سهل جدا فa piece of cake إذن idiomatic expression أو idiom معناه سهل جدا كمان لو قلت مثلا out of the blue out of the blue يعني سدلي فجأة و طبعا ده idiomatic expression ما ينفعش أترجمه حرفيا لما أقول مثلا he has a screw loose he has a screw screw اللي هو المسمار اللي بيلف ولوس يعني مفكك أو غير مربوط يعني مش محكم الربط لو قلت he has a screw loose على أي شخص فهو شخص مجنون يبقى he has أو مخبور he has a screw loose يعني شخص أهبل he has a screw loose لو قلت على حد أنه he is a fruit cake فهو برضو شخص أحمق أو أهبل فfruit cake we has a screw loose كل دي تعبيرات بنقول عليها idioms أو idiomatic expression طبعا كنا عرفنا بعض الترمز المصطلحات الأخرى زي collocation و قلنا إنه collocation هو a group of words that usually go together هو مجموعة من الكلمات that usually go together بتيجي كتير مع بعض زي مثلا لما أقول do the washing up فdo قات مع the washing قات مع up do the washing up معناه يغسل لطباق و طبعا ده تعبير و بيستخدم بكسرة في بيرتش انجلش لكن على ناحية الأخرى في صورة مختلفة في الامريكان انجلش فبيقولوا do the dishes يبقى do the dishes في الامريكان انجلش معناها يغسل لطباق و do the washing up في البرتش انجلش برضو نفس المعنى يغسل لطباق و قولنا ان فيه فرق ما بين الامريكان انجلش و بيرتش انجلش في مجموعة من الاشياء اولها طبعا الاكسنت اللهجة اللهجة هنا مختلفة عن اللهجة في الامريكان الجليش ل Имي اللهجة في الامريكان انجلش مختلفة عن اللهجة في البرتش انجلش كمان في بعض التعبيرات موجودة في البرتش انجلش مش موجودة في الامريكا انجلش والعكس مختلفة في كلمات بتختلف تمام مثلا لو قلت مثلا لفت في البرتش انجلش لفت مسعد أو أسانسير في الامريكا انجلش إليفاتر مسعد أو أسانسير في جاز ستيشن وبيترال ستيشن محطة بنزين وجاز دفط طبعا بريتش انجلش محطة بنزين في الامريكان انجلش فالبريتش انجلش يختلف عن الامريكان انجلش في الأكسن وبعض التعبيرات وبعض الكلمات في قليل جدا من قواعد الجرامر طبعا هو القواعد واحدة ولكن مثلا حاجات بسيطة مثلا لما أقول have got وhave لو قلت I have got فده بريتش انجلش لو قلت I have have أو has من غير جهد فده امريكان انجلش فلو اخدنا بالنا او لاحظنا ان الامريكان انجلش يميل الاختصار طبعا هو في الامريكان انجلش بننطق كل الحروف او معظم الحروف وده على عكس اللي الناس فهماه الناس بتقول ان الامريكان انجلش الناس بتاكل الكلام وتوقع حروف ده بيحصل اكتر في بريتش انجلش فمسلا ما بينطقوش الار في نهاية الكلمات فده بريتش انجلش فبينطقو مثلا يقولوا لكن عن ناحية التانية في الامريكان انجلش بيقولوا يقولوا ما بينطقوش الار في البرتش انجلش لكن عن ناحية التانية في وهكذا فاحنا النهاردة معنا مجموعة من التعبيرات يلا نشوف كده اول تعبير معنا بيقول لنا بي ادكتد ت وده تعبير عادي تبي ادكتد ت it's not an alien be addicted to يعني مدمن لي تمام وطبعا addicted معناها مدمن وaddict لوحدها معناها يدمن يبقى addicted مدمن we addicted verb و noun person خدوا بالكم اني addict من غير the verb يعني يدمن و كمان noun person مسمى لشخص فممكن اقول to readdict يعني ثلاثة مدمنين و هكذا ممكن اجمعوا عادي جدا لكن addicted دي الصفة و سواء addicted او addict بيجي معاها الحرف اجرر تو preposition to فانا بقول to be addicted to بيقولينا to be accustomed to a bad habit يعني معتاد على bad habit عادة سيئة وفي اجزامل معنا بيقولينا alas he's addicted to to drinking he's addicted to drinking هو مدمن للشرب او الشرب الخمر يعني so he neglects all his duties لذلك هو بيهمل كل واجباته لو لاحظنا اني في عندنا الانترجكشن اللي هو alas alas معناها و حصرته تعبير او انترجكشن تعبر عن الندم او الحسرة لكن عن ناحية التانية في مجموعة اخرى من الانترجكشن زي مثلا hooray hooray معناها و فرحتها تمام when you make a mistake لما تعمل خطأ في حضرتك ممكن تقول oops 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 برضو انترجكشن فالانترجكشن زي اصوات احنا بنعملها ل to express للتعبير عن شعور معين فمثلا انت مثلا عملت مستيك قلت oops مثلا شعرت بالألم فبتقول ouch وهكذا فكل دي انترجكشن وهنا انترجكشن عبر عن الحسرة he is addicted to drinking هو مدمن للمخد للشرب نغلاق or his duties بالمناسبة أنا ممكن أقول he is addicted to مثلا the internet يعني يجي بعدها اسم خدوا بالكم اني addicted to بيجي بعدها اسم أو verb plus ing يعني gerund يعني he is addicted to drinking أو verb ing وممكن أقول he is addicted to the internet he is addicted to drugs يعني اسم أو verb مضفلو ing afront afront بيولينا insult يعني يعني يهين أو إهانة بيولينا her words كلمات بتاعتها where and where and afront him الكلمات بتاعتها كانت تمثل إهانة لي her words where where and afront him كانت إهانة لي وطبعا insult معناها يوبخ ويمكن احنا خدنا تعبير كان بيجي مع insult to add insult to injury يعني يزيد الطينة بالله يعني to add insult to injury injury اللي هو الجرح وinsult طبعا معناها توبيخ فطبعا اللي ده بنقول عليه يعني التعبير مش هقدر أصل لي هو طبعا مختلف عن ما لدينا أو التعبير اللي عندنا يزيد الطينة بالله تعال لاختلافات الثقافية فإحنا بنقول أو بنستخدم كلمات مختلفة عن الكلمات المستخدمة في الإنجليش فبنقول إحنا يزيد الطينة بإلا هم هناك بيقول to add insult to injury يعني يزيد الطينة فار فيلد بيقول لنا at a distance وده تعبير ثاني فار فيلد بيقول لنا the Palestinian state is not فار فيلد يعني ليست بعيدة يعني فار فيلد ليست بعيدة أو بعيدة المناجم في عندنا hanker after hanker after hanker after معناها wonder about in search for something يعني يبحث أو يتجول باحثا عن شيء يبقى hanker after يبقى يتجول أو يتسكع طبعا wonder 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 معناها يتجول أو يتسكع بلا هدف غالبا in search for something باحثا عن شيء طيب بيولينا millions of young men ملايين من الشباب are hankering after job opportunities يعني بيولينا اني ملايين من الشباب are hankering after يعني يلهسوا وراء job opportunities اللي هي فرص العمل طبعا نحن عارفين ان job بتيجي مع تعبيرات كتير يعني بتيجي مع فعال كتير مثلا catch a job وفي hunt a job كمان يعني منذ تعبيرات اللي هي الطريفة hunt a job يعني يحصل على وظيفة طبعا hunt الوحدة يعني يصطد ولكن ممكن استخدم hunt a job ده طبعا دليل على الصعوبة في الحصول على الوظيفة يبقى hunt a job apply for a job يتقدم لوظيفة وهكذا في عندنا after one's heart after one's heart معناها desired يعني شيء مرغوب يعني مثلا بيقول لنا giving him such a large sum of money اعطاؤه مثل هذا المبلغ من المال is a thing after my own heart after my own heart but I don't possess it but I don't possess it giving him such a large sum of money is a thing after my own heart but I don't possess it process طبعا معنا يمتلك after all بيقول لنا in spite of in spite of what has happened طبعا كتير او من الله في الستوري في القصص بيقول لنا after all after all you have to forgive him you have to forgive him يعني بعد كل او بالرغم من كل اللي حصل you have to forgive him you have to have to بننطعها have to مش have to have لوحدة بننطعها have لكن لو معاها to بنقول have to have to وزيها has لوحدة has لكن لو معاها to بنقول has to has to against the rainy day against the rainy day بيقول لنا in preparation for hard times طبعا rainy day طبعا ده يمكن احنا اكلمنا قبل كده عن ال cultural substitution اللي هالبداء الثقافية احنا عندنا في الانجليش او عندنا في الثقافة الانجليزية في حاجات كتير مختلفة عما هو موجود في الثقافة العربية يعني احنا عندنا حاجات مختلفة عن الحاجات اللي موجودة عندهم نظر اختلاف البيئة واختلاف الثقافي اختلاف الديل حاجات كتير جدا الطبيعة كل ده بيعمل يعني cultural differences اختلاف الثقافية المهم لما اقول مثلا rainy days احنا عندنا الايام المطيرة او المنطرة المطرة بتعبر عن الخير عندنا شيء مستحسن يعني لكن في الثقافة الانجليزية لما تكون الدنيا مطرة فهي يعني هما طبعا جوا عندهم سائع معظم في اوروبا معظم السنة الجو سائع فلما تكون كمان بتمطر فبتمطر بصعوبة في الغالب فده بيمثل لهم شيء يعني غير مستحب فالمطرة في اوروبا شيء يعني مش محبوب قوي لكن عندنا احنا في الثقافة العربية يتمثل الخير وكلا فبتلاقي ان في الثقافة الإنجليزية بيقولك rainy days اللي هي الايام الصعبة rainy days لكن عندنا احنا هنا في الثقافة العربية لا الايام الصعبة مش هي الايام المنطرة حتى ممكن يقولك مثلا you must save your money for or against rainy days يجب ان توفر مالك الايام الصعبة rainy days تعالوا بقى احنا نشوف المثل ده كده طيب احنا في معنا فاصل ناخد فاصل ونرجع ساعتين احنا كنا بنتكلم عن بعض التعبيرات او الادمتك اكسبرشنز وبالتحديد كنا بنتكلم على التعبير اللي هو rainy days اللي هي الايام الصعبة وقلنا اني في ثقافة العربية الوضع مختلف rainy days دي آه حبتك في التعبير اللي معنا او ال آه بيقولنا كيب سام ماني اجانست ريني داي كيب كيب سام ماني اجانست ريني داي كيب سام ماني اجانست ريني داي يعني اوفر بعض المال للايام الايام الصعبة في عندنا رين اجانست ورين اجانست معناها اه 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 اجانست 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 يبعا اجانست اجانست اه اللي هي اران اجانست يقابل بالصوت يعني بيقولنا اجانست an old friend in the street اجانست an old friend in the street يعني قابلت صديق ليا من اصدقاء القدامى في الشارع في عندنا اشتركوا في القناة طبعاً احنا عارفين الفترة اللي هي قبل كده بنقول عليها تينيج يبقى تينيج اللي هو سن المراهقة اللي هو from 19, from 13 to 19 من 13 إلى 19 سنة بنقول عليه تينيج طب هو جيد زي تينيج ده طبعاً هو تينيج جيد من السنوات اللي هي ثوتين اللي هي بتنتهي تين كلها ثوتين, ثوتين, فتين, سكسين الغايت, ناين تين فلو لاحظنا انه كلهم بينتهوا بالمقطع تين فهم عملوا او قالوا ان فترة المراهقة بتبتدي من 13, 13 لغاية 19 والفترة دي كلها بتنتهي بإيه بتين فسموا الفترة دي تينيج اللي هي سن المراهقة والمراهق نفسه اسمه تينيجر يبقى تينيجر اللي هو المراهق تمام؟ واحياناً بيختصروها وبيقولوا إيه تينز تينز اللي هم المراهقين تعالوا نشوف التعبير اللي معنا بيقول لنا come of age بيقول لنا become 21 years old يصبح عند واحد وعشرين سنة يعني يصبح بالغ يعني she received all her money when she came of age she received all her money يعني حصلت على كل مستحقاتها وفلوسها when she came of age لما يعني بلغت age of discretion age of discretion اللي هو سن الرشد age of discretion اللي هو سن الرشد بيقول لنا 13 years old they have reached the age of discretion عشان بيختلف طبعا سن الرشد من يعني على حسب حاجات كتيرة حسب ثقافة أو حسب يعني في بعض الأماكن بيقولوا أن سن الرشد بيبتدي من عمر كذا بعضهم بيعني بيغير ده يعني أو بعض ثقافات بيغيروا ده بيقول لنا they have reached the age of discretion هما وصلوا ليه سن أو فترة الرشد سن الرشد they should now know right from wrong لازم يعرفوا ليه الصحة من الغلط they have reached the age of discretion وصلوا ليه سن الرشد they should now know يجب دلوقتي يعرفوا right from wrong right اللي هو السواب from wrong من الخطأ بعدين معنا التعبير بيقول لنا wait for ages wait for ages بيقول لنا wait for a very long time طبعا لما أقول مثلا طبعا فيها يعني مبالغة فلما أقول لحد مثلا I've been waiting for ages يعني أنا منتظر بالفترة طويلة جدا طبعا كلمة ages بتستخدم مع تعبيرات كتيرة مثلا أقول لك مثلا إيه for ages العصور okay all over أو throughout the ages على مر العصور throughout the ages يبقى throughout the ages على مر العصور اللي هي بتساوي in the course of time يعني على مر الزمان يعني يبقى in the course of time شبه إيه throughout the ages و ages معناها عصور و ages معناها يعني a long period of time طيب فدي طبعا فيها أي فيها مبالغة تعالوا احنا نشوف كده التعبير بيقول لنا wait for ages wait for a long a very long time ونديني مثال بيقولي I have been waiting for ages to meet you أنا منتظرك بأهلي فترة عشان أشوفك أو أبلغ by the agency of by the agency of بيقولينا through the help of through the help of يبقى by the agency of معناها through the help of يقولينا Israel became stronger يبقى إسرائيل أصبحت أقوى by the agency of the USA بمساعدة أو بدعم الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل became stronger by the agency of the USA يبقى by the agency of بدعم أو بمساعدة كذا وإجنسي الوحدة بمعنى وكالة لكن إحنا مش بنترجم حرفه التعبير بعد كده بيقولينا to assume an aggressive posture to begin a quarrel quarrel اللي هو يعني نزاع أو خصان يقولينا when Israel became stronger لما إسرائيل أصبحت أقوى it assumed an aggressive posture against the Arab countries يعني بدأت في نزاعات مع الدول العربية to be a guag طبعا a guag معنىها مشتاق أو يعني متوقلي to be a guag to be eager and expectant to be eager and expectant they were a guag to see him يعني كانوا شغوفين مشتئين إنهما to see a to see him they were a guag to see him وطبعا احنا عارفين إن إيجر بيجي معاها to eager to وقريبة منها شوية يعني keen on بيجي معاها on to take air take air to become known يبقى to take air the diplomatic suppression معناها to become known يعني يصبح معروف أو مشهور their secret arrangements وبنا نطعها secret their secret arrangements الترتيبات السرية took air يعني أصبحت معروفة and they arrested they were arrested وتم القبض عليهم they were arrested يبقى to take air أي حاجة takes air يبقى هي كده أصبحت يعني معروفة أو يعني مزاعة طبعا في عندنا كلمة rumor rumor اللي هي الإشاعة طبعا الإشاعة دي ممكن تبقى حاجة انتشرت خبر انتشر بوسط الناس ولكنه بيبقى إيه بيبقى fake يعني مش حقيق فدي rumor وطبعا ممكن أجمعها رامر إشاعات لكن to take air ممكن خبر يبقى حقيق take to air يعني ينتشر أو يزاع بين الناس castles in the air castles in the air طبعا castle قلعة castles قلعة in the air في الهواء ودي ممكن احنا عندنا شوية يعني تعبير زي كده في اللغة العربية يقولك مثلا ما تبنيش قلعة في الهواء بلاش يعني تحسسني أو تقولي حاجات يعني فيها يعني يعني فوق الخيال يعني مش حقيقية يعني فcastles in the air بيقولينا fantastic dreamy projects fantastic dreamy projects مشروعات فيها خيال تمام أو قصص فيها خيال حكايات فيها خيال زيادة بيقولينا you cannot you cannot do it انت بشتقدر تعمل ده you are building castles in the air انت بتبني قلعة في الهواء يعني حاجة مش حقيقية يعني انت بتتوقع ان انت ممكن تحقق حاجة ولكن ما تفعله ملهوش اي ملهوش اي جدوى يعني وما تكون حاجة بدون جدوى فيها خيال وبدون جدوى فبنقول عليها castles in the air بيفكرنا شوية castles in the air بالتعبير اللي هو برضو idiomatic suppression when pigs fly بمناسبة الهواء يعني when pigs fly كتير اوه احنا بنقول في ثقافة بتاعيتنا اي ايه في المشمش يعني حاجة دي صعبة انها تحصل في المشمش عندنا في ثقافة بتاعيتنا في ثقافة الانجليزية مختلف شوية ما بيقولوش يعني بيقولوش in the apricot زي ما يعني مش هنترجمها حرفي طبعا ونقول in the apricot لا احنا بنقول او في ثقافة الانجليزية بيقولو when pigs fly طبعا when pigs fly ده شيء مستحيل الخنزير pig pig اللي هو الخنزير ببيج اللي هو الخنزير تمام وبيجلت اللي هو الخنزير الصغير وطبعا في عندنا bore لو احنا يعني العيلة بقى ذكر الخنزير و swine اللي هو الخنزير العجوز او المسن طبعا انا انا قلت كده عشان هقولكم على وافكركم بswine flu انفيل ونزر الخنزير اللي كانت مشهورة في فترة من كم سنة كده كان في حاجة اسمها swine flu و swine flu انفيل ونزر الخنزير طب ليه swine انه بعض العلماء او بعض الناس كانوا بيقولوا ان مصدر بتاع العدوى او مصدر الفيروس كان الخنزير المسنة اللي هي بنقول عليها swine swine خنزير مسن او عجوز يعني لكن فسموها swine flu الخنزير لكن المثال اللي معنا اللي هو when pigs fly او التعبير اللي هو when pigs fly معناه يعني في المش مش 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 بنترجمه حرفي طيب ده بالنسبة للتعبير يولينا to give a person the error يعني to give a person the error يولينا to dismiss him or to refuse his offer يعني مش فاهم لما تد يوليك to give a person the error معناه انت تتردو تمشي he is dishonest هو شخص ايه مش امين يعني that's why he was given the error وين عمل لنا التعبير او ادينا التعبير في الفاسف فبيقول لنا he was given the error يعني تم ايه فصله يعني او طرده to give someone the error مش تدلو هوا يعني to give someone the error يعني to kick someone out او to dismiss someone او to fire someone out كل دي تعبيرات معناه يرفض مثلا او يمش حد يتردو تمام give someone the error on the error on the error او on air على طول بيقول لنا being broadcast on the radio or television at the same time يبقى لما تكون حاجة بتتزاع على الهواء بنقول on the error او on air اتنين صح بيقول لنا the interview between the president the interview بين الرئيس and the israeli journalist والصحفي الاسرائيلي is on the air يعني مزاع الهواء on the air تمام وطبعا بمناسبة on the air لما اقول مثلا he is flying he is flying on the air يعني on the moon معناها فرحان ممكن برضو اعبر عن الفرح لانا اقول I feel I am on top of the world on top of the world برضو معناها فرحان سعيد جدا يبقى on top of the world و flying over the moon معناها سعيد air worthy fit to fly لما تكون حاجة قادرة على الطيران أو لديها لياقة أو قدرة على الطيران فنقول انها air worthy قادرة على الطيران the plane is air worthy all tests have been made كل الاختبارات عملت عليها take the air take the air بيقول لنا go outdoors go outdoors يعني كلام ده يعني يخرج بالضبط in the evening في المساء he is not at home في المساء ما بيبعش في البيت he always takes the air يعني he always takes the air يعني هو دايما بيخرج he always takes the air he always takes the air بيخرج take the air a jar a jar لما يكون الباب يعني زي بنقول بالبلد موارب فهو a jar كلمة jar الوحدها طبعا دي كلمة تاني خالص مختلفة خالص اللي هي ايه برطمان وjar كمان معناها يدايق حد او يخنق جار برطمان وجار ممكن تيجي كفورب حاجات اللي يعني التطريفة اني ممكن استخدم جار كفورب اقولك مثلا don't jar me ما تدينيش ما تخنقنيش دي جار ده معنى جار كفورب كفعل لكن a jar معناها موارب قاعد مشوف كده التعبيض بيقولينا half open half open when I returned home the door was a jar لما رجعت البيت الباب كان اجار give the alarm بيقولينا give warning يحزر يبا give the alarm معناها يحزر when they opened the window لما فتحوا الشباك the window of the bar an electric ring gave the alarm an electric ring gave the alarm يبا give the alarm معناها يحزر في سفارة تمام ادت تحزير take the alarm بيقولينا be warned or be frightened be warned or be frightened when she talked when she talked to him لما كلمت معاه she took the alarm يعني she was frightened كانت خائفة all in all all in all يعني زي ما احنا بنقول الكل في الكل بالعربي all in all complete master بيقولينا رغد is all in all in the university رغد دي هي الكل في الكل في الجامعة يعني all in all بيقولينا complete master كل في الكل all around having ability in many places all around بيقولينا having ability in many places he is an all around football player he is an all he is an all around football player يعني هو عنده القدرة في لعب كرة القدم في أكثر من موضع يعني ممكن يشتق يعني ممكن يلعب خط يعني وسط ممكن يلعب أي حاجة فهو he is all around all the same بيقولينا all the same معناها never the less never the less معناها all the same طيب بيقولينا thing guilt confess معناها confess معناها يعترف confessing his guilt الاعترف بالذنب بتاعه or not أو عدم الاعترف بي he will be punished all the same he will be punished all the same يعني هيعاقب سواء يعترف أو لم يعترف سوف يعاقب all and sundry all and sundry بيقولينا individually or collectively all and sundry individually فردن أو جما this is a good invention بقى اختراع جايد it applies to all and sundry it applies to all and sundry allow for allow for بيقولينا take into consideration يضع في الاعتبار يبقى take into consideration يضع في الاعتبار طبعا فيه اخذنا تعبير شبه take into consideration اللي هو take into account يبقى take into account معناها ياخذ في الاعتبار ويسويها take into consideration طيب التعبيرين أو التنين التعبيرين دول شبه بعض أو قريبين من بعض في المعنى في معانا كمان allow for بيقولينا يبقى في الاكزامبل ده بيقولينا don't take into don't take into consideration only what you can do تحطش في الاعتبار only what you can do الحاجات اللي انت تقدر تعملها بس allow for what others can do يعني ضع في الاعتبار أو يعني حط في اعتبارك كمان اللي ممكن يقوم به الاخرين يعني مش بس متحطش في حسبانك انتو لو انتو مسلا team work مع بعض ما تحسبش بس اللي انت تقدر تقوم به لا احسب كمان اللي قدر يقوم به الاخرين فدي ده معنى allow for اللي هي take into account أو take into consideration واقضنا انه كان طبعا account اللي هو الحساب سواء حساب في بنكة أو day of account اللي هو يوم الحساب وتعبيرات اخرى كتير كانت the company of in the company of طيب يبقى along with دي يعني بصحبة كذا along with بصحبة كذا طيب هي a company معناها يصطحب أوكي يعني ممكن أو صحبة يعني ممكن اقول لكم مثلا امان وده تعبير كده مثلا معروف a man is known by the company he keeps a man is known by the company he keeps هنا معروف بصحبته ولا يعرف الرجل بأقرانه يعني أنا ممكن اعرف الشخص ده كويس أو وحش من خلال صحابه a man is known by the company he keeps دي معنى company اللي هي صحبة و company معنى هي استحب شبه ايه شوية التعبير ده أو المثل ده شبه birds of a feather flock together يطيور على أشكالها تقع يبا birds of a feather flock together ليطيور على أشكالها تقع شبه ايه شبه a man is known by the company he keeps يعرف الرجل بأقرانه طيب بديني مثال بيقولي I saw him going along with her أنا شفته دايما يعني ماشي معها going along with her يعني في صحبتها يعني all along بيقولينا all the time all along معناها all the time along with along with he has been telling lies يعني كلام ده يعني طول الوقت هو بيجزد along with يعني طول الوقت طبعا لو بدأت كده كلام تعالت along with يبقى معناها طول الوقت along with he has been telling lies طبعا has been telling lies present perfect progressive مدارع تام مستنر لو بيكم من هف أو has وbeen أو been وverb I-N-G along with he has been telling lies وtill lies معناها يكذب وtill the truth معناها يقول الصدق tell the truth to keep aloof to keep aloof بيقولنا to keep away يعني يبتعد أو يظل بعيدا بيقولنا it's better for you to keep aloof from politics يعني من الأفضل بالنسبة لك أن أنت to keep aloof from politics أن أنت تبتعد عن السياسة during the elections أثناء الانتخابات this year طيب ناخد بالنا بس من الفرق ما بين اللوف اللي هي بالشكل ده تمام من غير الأ وفي لوف اللي هي L-O-A-F L-O-A-F اللي هو رغيف العيش يبقى لوف اللي هو رغيف العيش وجامعها lows لكن هنا ألوف دي كلمة تانية keep ألوف معناها to keep أو هي يعني يكون مبتعد أو بعيدا عن شيء والأكشنز اللي هي الانتخابات in alt بيقولنا in an exalted state of mind بيقولنا he wrote the poem هو كتب القصيدة بنا نطع poem أو poem in alt in alt يعني in an exalted state of mind a mock thirsty for blood متعطش لدن thirsty for blood بيقولنا he ran amok and hit everyone around him he ran amok and hit everyone around him ran amok يعني thirsty for blood an animated discussion an animated discussion بيقولنا lively controversy lively controversy palestinian israeli conflict created animated discussions عمل ايه يعني او الصراع العرب الاسرائيلي يعني عمل كتير من الانimated discussions اللي هي lively controversy controversy in camp david في camp david it was walt disney who created animated cartoons walt disney ever ever and every now and then من حين لآخر every now and then بيقولنا one man's meat is another man's poison ايه معنى التعبير ده او المثل ده ما يناسب شخص لا يناسب آخر يعني اللي يناسبني ما يناسبش غيري what is suitable for a person is not suitable for another appeal to وطبعا بتساوي الverb اللي هو fascinate fascinate يبهر كمعين بيقولنا beauty is beauty in all its forms appeals to the heart الجمال بكل صور appeals to the heart يروق للقلب يحل للقلب يبهر القلب your beauty in all its forms appeal to the heart appeal to put in an appearance put in an appearance show oneself you you must put in an appearance during the party tonight you must put in an appearance during the party tonight to all appearances يولينا so far so far as can be seen so far as can be seen he is an honest man to all appearances to all appearances to keep up appearances يولينا to maintain an outward show to keep up appearances to maintain an outward show يولينا they are trying to keep up appearances apple of this court apple of this court يولينا cause of quarrel لما يكون في حاجة علاها خناعات كتير أو مصدر للنزاع أو الخصام ينقول عليها apple of this court apple of this court money is the apple of this court among the children money is the apple of this court among the children apple of this court did see apples did see apples يولينا a force coming to nothing a force coming to nothing لما كبز المجهود ويه المجهود ده يطلع يعني مالوش أي فايدة فدا بنقول علي did see apples did see apples all his success كل النجاح اللي عمله was a dead sea apple كان يعني بلا جدوة بلا فائدة did see apples did see apples من التعبيرات الكويسة did see apples apple of this court apple of the eye apple of the eye apple of the eye a church object church or a church object church object he is the apple of his eye يعني قرة تعين يعني حاجة مهمة اوي بالنسبال apple of the eye the apple of the eye عندنا المسأل دا شبهه في الثقاط العرب to upset the apple the apple cart to spoil one's plans to upset the apple cart to upset the apple cart معناها to spoil one's plans يفسد خطة شخص دي اللي هي spoil one's plans بوز عربية التفاح اللي هو يعني بوز خطة شخص طبعا احي مش هنترجمها حرفيا يعني if she talks she will upset the apple cart لو تكلمت هتبوز الدنيا خالص يعني كل اللي احنا مقطط له وكل اللي احنا عاملين له او عاملين ايا هتبوزه بانه هتتكلم upset the apple cart apply oneself to apply oneself to بيتو ساوي devote وبيجي معاه بردو حرف غارة to devote to you have to apply yourself to your studies يعني ايه kalamba apply yourself to او devote to كل دب معنا يكرس لي يعني يكرس لي يعني اولك مثلا I devoted my life or my time to helping poor people قالك مثلا غندي devoted his life to help his nation devoted his life to help his nation يبا devote معنا يكرس وقت أو مجهود أو فلوس أو whatever يعني يبا apply oneself to بتو say we devote to now dear friends we've come to the end of our episode for today wishing you good luck and bye bye